ثلاثة أيام كانت مليئة بالخبرات لأعمال النسخة الثانية للدورة التدريبية في مجال حوكمة الإنترنت المنظمة من قبل وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدتيك بالتنصيق مع شراكائها لأجل تدريب الشباب حول الأدوات الرقمية للمشاركة في عملية التنمية المستدامة دورة أجر المشاركون فيها مناقشات عدة مع هبراء مختصين في مجال الإنترنت وإنشاء المحتوى المدير العامل وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي صديق أشاد بجهود المدربين المحليين والدوليين الذين دعموا هذه البادرة وأظهروا التزامهم نحو الحاجة إلى التعاون العالمي لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية المتغيرة باستمرار الأمين العامل وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي حسين إبراهيم في خطابه قال إن النسخة الثانية للمدرسة الشادية لحكمة الإنترنت لا شك أنها تدعم المشاركين فيها بخبرات جد عالية ينبغي تطبيق مخرجاتها على أرض الواقع تماشيا مع هذا العصر كما قدم شكره للخبراء الذين زودوا هؤلاء الشباب بأحدث المعلومات الرقمية مداخلات عدة من غيب الممثلي شركاء الحكومة الشادية الداعمة للإنترنت أعربوا عن امتنامهم لحيثيات هذه الدورة كما أشاد بجهود المدربين الذين قدموا الكثير لهؤلاء المشاركين المشاركون أنفسهم في هذه الدورة قدموا نموزجا من مهاراتهم التي تلقوها أيام هذه الجلسة الرقمية التي من شأنها تكوين جيل هادف لخدمة البلاد مطالبين فيها الجهات المعانية بتزويدهم بالمعدات التكنولوجية الحديثة كما سيسمح هذا التدريب للمشاركين بتزويدهم أيضا لمعرفة آدات الإنترنت وكذلك استخدامه الرشيد هذا وقد اختتمت المناسبة بتوزيع شهادات للمدربين والمشاركين في هذه النسخة الثانية للمدرسة الشادية لحوكمة الإنترنت ترجمة نانسي قنقر